عكاذ جريدة ولادة هكذا يقولون ويقولون أنت شتقول حنا جايبينك عشان تقولنا أنت أنا أسألك أنت ما الذي تراه يعني في الأسماء الموجودة الآن أنا هنا لأسمع رأيك لا لأرأ طيب الآن من هم نواب رئيس تحري الموجودين في عكاذ هناك ثلاثة أشخاص الدكتور عبد العزيز النهاري والدكتور عثمان هاشم والدكتور سعيد السريحي وهناك عدد من مساعدين رئيس تحرير وكلهم شكلوا هناك حديث داخل أروقة مجلس إدارة عكاذ بأن رغبة لدى بعض الأعضاء لإدخال نائب رئيس تحرير قوي إلى عكاذ ويقال بأن الدكتور هاشم غير متحمس لهذه الخطوة ليس هذا صحيح أولا نحن نرحب أي عنصر يدخل إلى عكاذ لكن الشيء المؤكد هو أنك عندما تستقبل أي كفاءة ينبغي أن تقدم لك هذه الكفاءة إضافة خدمة إضافة واقع عندنا من الكفاءات المتميزة من ذكرتهم وآخرين ومع هذا فنحن نرحب بأي كفاءة متميزة وقادرة على أن تقدم أما لديها هل أنت مؤمن بسياسة تدوير المسؤولين في أقسام عكاذ يقولون بأن الدكتور هاشم غير مؤمن بأنه يجعل المختص بالثقافة دائما بالثقافة فيجعل رئيس القسم الرياضي بعد فترة في الثقافة واللي بالمحليات بالرياضة ليس صحيحا هو التدوير بهدف اكتساب المزيد من الخبرة لكن لا يصل التدوير إلى حد مسؤول رياضي يتولى الثقافة أو مسؤول ثقافي يعني إمه بلازم الثقافة بس تولى محليات ممكن الرياضة يتولى محليات بدللة أنه مثلا يمسكهم والحق النادي ما كانت خلفياتهم كلهم رياضية نحن نقلل كثيرا من الشأن الرياضي الشأن الرياضي يحتاج إلى كفاءة وإلى قدرة وإلى خبرة خبرة عالية جدا وليس صحيحا أن من أمسك بزمام العمل في القسم الرياضي من خارجه يمكن كل زميل أو زميلين لفترة معينة عندما ترك أحد الزملاء المعنيين القسم الرياضي لكن أعيد القسم الرياضي إلى من زميل ومن داخل أبناء القسم طيب بس فيه السياسة لكن مهيب بها الشكل موجودة لاكتساب الخبرة في تقليل السياسة لاكتساب الخبرة وتدوير المواقع لأنك أنت تحتاج إلى أن يلم أي صف ثاني أو أي قيادة بكافة جوانب المسؤولية فإذا أريد له أن يكون كيف يمكن لهذا الزميل أن يكتسب الخبرة وأن يطور قدراته وأن يصبح في يوم من الأيام في موقع أعلى إذا لم يكن على علم أنا أستغرب لأن هذه السياسة يفترض أن تكون ميزة لأنه ليس موجودة لا في عكا ولذلك فأنت أمام صف ثاني قادر على أن يدير الصحيفة من إله أي زميل من الزملاء في الصف الثاني على علم بكيف تدار الثقافة لكن مع ذلك هاشم عبدو هاشم متهم بأنه مركزي في إدارة الجريدة رغم ما تتحدث من قدرة الصف الثاني على إدارة الجريدة يعني يقولون الدكتور لازم يشرف على كل الشغلات ليس صحيحا هذه مبالغة لأنه كم ساعة داوم الدكتور؟ ما معنى كما يوداء من الآخرين داخلنا من الآخرين نحن نسألك أنت دكتور كم ساعة داوم؟ تأكد أولا هناك من يقول هذا الكلام وهناك من يرى بأن عكاب تترك كثير من المهام والمسؤوليات للزملاء والصف الثاني وبالتالي يظل السؤال لم تجبني على سؤالي كم ساعة داوم يا دكتور؟ معدل ثمانية تسع ساعات أو حواليها طيب أنت تقول أن هناك صف ثاني وبأنه هناك من يتحدث عن أنه في أقسام يكلف فيها بعض الزملاء رغم أنهم غير جديرين أو لا يجب في هذه المرحلة أن يكلفوا بها ليس صحيح هذا أبدا أنت تقول لي قبل شوي أنه في ناس يقولون أنه الصف الثاني يأخذ مهام أكثر من الواجهة لا أنا بقول أنه الصف الثاني يدور على مختلف أقسام الجريدة لاكتساب الخبرة حتى يكون جاهزا للتصدي لأي مسؤولية هل لازلت دكتور هاشم مقتنعا بأن رئيس التحرير يجب أن يجمع بين رئيس التحرير والإدارة؟ كما فعلت لي أكثر من سنة أنا لو قلت هذا الكلام لفهم على نحن خاطئ ولكنني أؤكد بأن المركزية بكل ما فيها في بعض الأحيان لكنها قد تكون مفيدة ولسيما في الجمع بين هذين المنصبين أنت تستطيع لأغراض التخطيط المركزي الرأسي الكلي أن تستثمر إمكانات المؤسسة وتوجهها وجهة مهنية قبل أن تكون هذه الوجهة لأغراض أخرى بعيدة عن النحي المهنية وتستطيع أن توفر مساعدين لهذا الرجل صحيح جميل لكن الذين يختلفون مع هذا الفكرة يقولون أن الجمع بين الهذا يعطي صلاحيات مطلقة للشخص الذي يجمع ويطلق يده في ممارسة سطوة كبيرة هناك لجنة تنفيذية في أي مؤسسة وهناك مجلس إدارة وهناك جمعية عمومية فوق الجميع ولا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة لم يكن رئيس تحرير ولم يكن هناك مدير عام في أي مؤسسة صحفية طيب سنواصل حديثنا بعد فاصل قصير فاصل قصير أيها الأخوة نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الدكتور هاشم عبدو هاشم رئيس تحرير جريدة المكالة السعودية فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر